ترجمة نانسي قنقر قرب انطلاق بطولة الشرق الأوسط للرجل الحديدي في مملكة البحرين تجري الاستعدادات على قدم وساق لتنظيم البطولة باعتبارها من بين أفضل بطولات رجل الحديدي في المنطقة نظراً للسمعة الطيبة التي اكتسبتها جراء تنظيم المملكة لنسخها الماضية بطريقة احترافية إضافة إلى مشاركة نخبة من أبطال العالم والهوى وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى لشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية إن مملكة البحرين تستعد لتنظيم بطولة الشرق الأوسط للرجل الحديدي 70.3 حيث تمثل تحدياً آخر أمام المملكة وكوادرها الإدارية والتنظيمية من أجل مواصلة مسيرة النجاح لهذه البطولة وتنظيمها في هذا العام بحلة زاهية للمحافظة على المكتسبات التي حققتها المملكة وتعزيز الإنجازات ومن أبرزها تسليط الضوء على المنجزات الحضارية والتنموية في مملكة البحرين وأكد سموه بأن المتسابقين سيختبرون أنفسهم على أرض مملكة البحرين أثناء خوضهم المنافسات في أحد أكثر مسارات الترايثلون تحدياً في الوقت الذي سيستمتعون فيه بالمرور بالقرب من معالم البحرين ابتداء من الحي المالي ومرفأ البحرين المالي ومركز البحرين التجاري والمجمعات التجارية والعاصمة والمدينة القديمة حيث التراث البحريني الأصيل بالإضافة إلى حلبة البحرين الدولية والعرين وغيرها من المناطق التي تمثل واجهة البحرين التاريخية والمعاصرة وذلك في مسير السباق الدراجات بينما تقام منافسات السباحة والجري في خليج البحرين هذا وقد اعتمد سموه برنامج بطولة الشرق الأوسط للرجل الحديدي حيث حددت اللجنة المنظمة يوم الخميس الثالث والعشرين من نوفمبر موعداً لافتتاح المعرض واستكمال التسجيل وإقامة الفعالية الافتتاحية على أن تقام يوم الجمعة الرابع والعشرين من نوفمبر فعاليات تدريب السباحة واستمرار المعرض والتسجيل واستكمال تسجيل الدراجات بالإضافة إلى إقامة فعاليات آيرون للفتيات وآيرون للأطفال على أن ينطلق السباق الرئيسي يوم السبت الموافق للخميس والعشرين من نوفمبر عند الساعة السادسة وعشرين دقيقة صباحاً ببدء سباق السباحة للمحترفين ثم السيدات والفئات العمرية على أن تتواصل منافسات البطولة وإقامة حفل توزيع الجوائز عند الساعة السادسة والنصف مساءً وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة عن اعتمادها لخط مسارات المراحل الثلاثة من البطولة حيث ستقام منافسات السباحة في خليج البحرين لمسافة كيلومتر وتسعمائة متر على أن تقام منافسات الدراجات على مسافة تسعين كيلومتراً وتنتهي المنافسات بمسابقة الجري لمسافة 21 كيلومتراً ومائة متر وقد وضعت اللجنة المنظمة مسار المنافسات الثلاثة ليمر بالمناطق الحضارية والتنموية والتراثية في المملكة لتعريف المشاركين بنهضة البحرين القديمة والمعاصرة وهي واحدة من أهم أهداف إقامة بطولة الرجل الحديدي وتشجيعاً لجميع الفئات العمرية لممارسة هذه الرياضة تمثت شين بطولتي الرجل الحديدي للأطفال آيرون كيدز وأخرى خاصة للفتيات آيرون جيرل وهذه السباقات تهدف إلى إلهام فئة الأطفال من خلال ممارسة الرياضة والدفع بهم نحو حياة صحية وملئة بالنشاط والإيجابية وبطولتا آيرون جيرل الخاصة بالفتيات وآيرون كيدز الخاصة بالأطفال مصممتان خصيصاً لهذا الغرض وكلتا البطولتان آمينتان وملئتان بالمرح وهما الطريقة المثلى لقضاء عطلة نهاية الأسبوع بشكل متميز وتشملان سباق الجري فقط ترجمة نانسي قنقر